جميل جدا طيب الميزان الميزان ده عقل بقى ورجاحة مش عارف ايه المفروض ده برجي برجيك كان عارفة بس هو كعقل وكرجاحة وكاتزان اه دي موصفاتك الحقيقة طيب الحمد لله انت البرج الحلو في الميزان ولكن في ميزان تاني ما بينطبقش طبعا عليه عليه كل ده بيكون حسب طبعا تفاصيل تانية كتير بشوف انه حسب الرقم كمان الرقم بيتدخل رقم اليوم اكيد طب الميزان بقى انت بايزين اعرف عنك بقى ايه لسبوين الجايين معك طيب هو الميزان انا شايفة ان معهم الحظ كويس ان شاء الله بس من اول واحد وعشرين الشمس هتدخل في مواجهتهم فيعني لازم يبدأوا ينتبهوا في المصاريف في الفلوس ممكن يكونوا بيميلوا شوية من اول واحد وعشرين للتوتر او للعصابية يحاولوا يتجنبوا الدخول في اي صدم اي حد من اول يوم واحد وعشرين مارس لكن في ايام برضو حلوة حتى بعد واحد وعشرين هقول الايام الحلوة عندهم يوم سبعتاشر الحد سبعتاشر وتمنتاشر عندهم حياة اجتماعية ومهنية حلوة ممكن يحصلوا بسهولة على دعم الزملاء ودعم رؤساء العمل ده يوم سبعتاشر وتمنتاشر كمان عندهم يوم الجمعة اتنين وعشرين احنا هنفوت الفول مون هو حصل في برج الميزان فلما بيحصل الفول مون في برج مش بيعني بيعمل توتر للبرج ده فهنفوت الجمعة بس عندهم هنفوت الخميس لكن عندهم الجمعة حظ كويس قوي ويكونوا عندهم سحر وجاذبية وتقلق جدا كمان عندهم تلات يام هايلين اجتماعيا ولو عاودين يعملوا انتربيو فيهم هيبقى خمسة وعشرين وستة وعشرين وسبعة وعشرين اتنين وثلاثة واربع في عشرين ثانية ياخدوا بالهم من ايه ياخدوا بالهم يعني انا هقولها عموما انها بقية الايام با ياخدوا بالهم يكونوا حذرين في الحركة وفي توقيع الاوراق والعقود يكونوا في المتجوزين ياخدوا بالهم من علاقتهم بالازواج عموما في يوم خمسة بكرة وبعده يومين ينتبهوا مهنيا واجتماعيا كمان يوم تسعة عشر ويوم عشرين ياخدوا بالهم من صحتهم ويوم واحد وعشرين علاقتهم بالازواج ياخدوا بالهم منها وفي الفلوس ياخدوا بالهم كمان تلاتة وعشرين واربعة وعشرين ياخدوا بالهم من الفلوس ويوم تمانية وعشرين ياخدوا بالهم في علاقتهم بالاهل والاراة بالاهل والاراة طيب دا كان الميزان بعد الفاصل العقرب وعلى الأبراج ابقوا معنا اشتركوا في القناة